وزارة المواصلات سمحت للشركات المرخصة من قبل وزارة الإعلام بتقديم خدمة الكابل التلفزيوني عبر البروتوكول الانترنت ABT في باستخدام بشبكة NGN وقالت الوزارة أنها أصدرت قرارا يسمح لمزود خدمة الانترنت بتقديم الخدمة لشركات الكابل التلفزيوني في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات ألياف ضوئية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المواصلات مع تخفيض التعرفة المنصوص عليها في قرارات سابقة على أن يدفع مزود الخدمة للوزارة ألف دينار قيمة أجور تركيب الخدمة لكل طلب ربط لمرة واحدة وأشارت الوزارة أن مقدم خدمة الكابل التلفزيوني سيتحمل كل تكاليفة تقديم الخدمة والالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة من الوزارة التي ستصدر لاحقا